هدى سجاد نائبة في البرلمان العراقي فيديو مهم في برنامج وجهة نظر عبر قناة دجلة الفضائية ويقاطعها في الحديث نائب أيضا من تيار الحكمة خالد الجشعمي هدى سجاد تريد أن تفضح الموضوع أما خالد الجشعمي يريد أن يستره رجاءً اعرضوا لنا الفيديو لهذا الحل اسمح لك شوف صراحة اسمح لك ردنا استجواب رئيس الحكومة الإخوان بالحكمة المعارضة ما أرضى بوقفه لنا يابا ليش ما توقعوا لنا قال عندنا أمر من النجا صار ست شهر آني مشلوعة قول لا 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 مو أمر من أمر من مين لا مو أمر من مين قل لي اه شنو أمر من نجا أنا أنا بنفسي جيت الأحد أخواننا يا بيت رئيس كتلة انحرج تعال وقعنا هذا استجواب رئيس الحكومة ودنوا يهن قال لي شنهن الأسباب قعدت شرحت لي قعدت شرحت لي يا واحف معارضة كيوت ها يعني قلت كان يقول لا شعب يقدر نحق كل الحشاء عن هو اسمعني اسمعني قال لي أخويا إحنا معارضة اسمعني إحنا مفهوم المعارضة النهار بس استجواب رئيس الحكومة وهاي الدمائي بالشارع ونحن ما جاء تعامل ثلاثة بس ما هاي جديدة جديدة هاي يوم اثنين عشرة تمام والدمان راقت خويا تعال واحد منكم يوقع لنا قال لي أخويا إحنا عندنا هوامر من نجح من نوقع رجاءا أعيدوا بث الفيديو بلك هالثولان يفتهمون أعيدوا بث الفيديو لهذا الحل وحسبوها برئيسي وقويه اسمحل 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 ردنا استجواب رئيس الحكومة أي الإخوان بالحكمة المعارضة ما رضوا بيوقفه لنا ها يا با ليش ما توقعوا إنا قال عندنا أمر من النجح صار ست شهر آني مشلوع قول لا 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 مو أمر من النجح ها أمر من مين لا مو أمر من النجح تعمين قل لي ها شنو أمر من النجح قاعدت شرحت لها قاعدت شرحت لها هي واحف محارضة كيوت ها يعني قلت كان يقول لا شعب نحن كل الحشاء على هو اسمعني اسمعني قال لي أخويا إحنا معارضة اسمعني إحنا وقلت لك وشين مفهوم المعارضة النهار كلها ساطرين مرحوس نبي اي شاهس هذا بس استجواب رئيس الحكومة هاي الدمائي بالشارع ونحن ما جاء تعامل ثلاثة بس ما أخذت هاي جديدة جديدة هاي يوم اثنين عشرة تمام والدمائي الراقت خويا تعالوا واحد منكم يوقع لنا قال لي أخويا إحنا عندنا هوامر من النجح من نوقع اثنيا عشرة الفين وتساطعش هدى سجاة تقصد ذلك رجاءا أعيدوا بث الفيديو ثالثة اه لهذا الحل اسمح ليك شوف صراحة اسمح لي اسمح لي اسمح لي ردنا استجواب رئيس الحكومة اي الاخوان بالحكمة المعارضة مارضة بيوقف لنا ها يا با ليش ما توقعونا قال عندنا أمر من النجح صار ستة شهر آني مشلوع قول لا 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 مو أمر من النجح ها أمر من مين لا مو أمر من النجح تعمين قللي شنو أمر من النجح آني 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 بنفسي جيت الأحد اخواننا يا با التى رئيس كتلا تنحرج تعال وقعنا هذا استجواب رئيس الحكومة وذنوا إياهن قال لي شنهن الأسباب قعدت شرحت لي قعدت شرحت لي قعدت شرحت لي يا واحف محاربة كيوت يعني قلت كان يقول اخوية احنا اسمعني اسمعني قال لي اخوية احنا معارضة اسمعني احنا مفهوم المعارضة النهار كلها ساطرين مرحوس نبي اي شاهز هذا بس استجواب رئيس الحكومة وهاي الدماية بالشارع واحنا ما جاء تعام ثلاثة بس ما أخذت هاي جديدة جديدة هاي يوم اثنين عشرة تمام والدمان راقت اخوية تعال واحد منكم يوقع لنا قال لي اخوية احنا عندنا هوام رضي النجح من نوقع خالد الجشعمي من تيار الحكمة يقول مو كل الحد شي ينقال على الهوى ايه طبعا مو كل الحد شي ينقال على الهوى انا لا اعلق على ذلك ولكن رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي لخالد الجشعمي حينما كان عضوا في مجلس محافظة النجف في تظاهرات سابقة وهو يتحدث عن قتلهم وسحقهم قطعا هذا الكلام ما يقال على الهوى وخالد الجشعمي وامثاله لا يقولون هذا الكلام من دون ان يكون هناك ضوء اخضر لقتل المتظاهرين من اصحاب العمائم من العمائم الطابقية الكبيرة تحديد خلال المتظاهرين ويجب تجد خلال المعرفة فوق الوصول الهوى تقلل المتظاهرين ويجب تتعليم ويجب تتعليم ان تتعليم سيارات عنده فلا فبتفتيش أنا صور هواي من عدن راح يرجعون والتي يجي لم يكترون نفسه بعد ما راح يتجاوز وإذا تجاوز راح فبعد هل قانون تستخدم قانون يجي يطق بالقوة حتى لو كنت ينقنه عد أم على أبو رجاء أن أعيدوا بث التسجيل أهم شي خطتكم خلتتنبني على مضايقتهم للوصول يعني خلتتت شمعات قلقهم هذا هو الذي لا يريده أن يكون على الهواء مباشرة ما هو هذا واقع حكومتنا في العراق وواقع سياسينا في الاتجاهات الدينية الشيعية والتي تنضوي تحت عباءة المرجعية السيستانية وعلى هذا قيس الأمور بالنسبة للتظاهرات التي حدثت في نهاية 2019 وما بعدها وعبر قناة السومرية وفي برنامج المناورة عزة الشابندر يتحدث في نفس الاتجاه خلينا نتعكز ونتسلح برئيس وزراء هو مو نتاج لهذه الكتل كلنا نعرف أن الذي جاء وساعد على أن يأتي عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء هو مش الكتل هو جهة أخرى أخذ هذه الشرعية وأخذ هذه القوة وقبلت الكتل أن تصوت لعادل عبد المهدي رئيسا للوزراء رجاء أعيد بث الفيديو خلينا نتعكز ونتسلح برئيس وزراء هو مو نتاج لهذه الكتل كلنا نعرف أن الذي جاء وساعد على أن يأتي عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء هو مش الكتل هو جهة أخرى أخذ هذه الشرعية وأخذ هذه القوة وقبلت الكتل أن تصوت لعادل عبد المهدي رئيسا للوزراء جهة أخرى ومنها أخذ الشرعية مخاتلة تستر لأن السستاني يريد من الجميع أن يعملوا بأسلوب المخاتلة هذا هو الواقع الذي يجري على الأرض وهذه القضية ليست حكرا على الرموز السياسية الدينية وليست حكرا على مجموعة معينة جميع السياسيين في جميع الاتجاهات يتحدثون بنفس هذا المضمون عبر برنامج وجهة نظر على قناة دجلة الفضائية محمد الخالدي نائب برلماني ليس من الاتجاه الديني هو الآخر حين يتحدث عن رئيس الوزراء فلا بد أن يكون مقبولا ومرضيا عليه من قبل المرجعية أول دور هو المتظاهرين لأنه من أسقطت الحكومة؟ المتظاهرين أسقطوا الحكومة لذلك لو تجي للحقيقة أو للعدل أنه لازم نأخذ رأيهم اثنين النواب المئة وسبعين ثلاثة الكتل السياسية بأخذ آراءهم لا أن نستند عليهم لأنه هم جهة ممكن يقدمون ولكن ما تفقوا على التقديم أربع رئيسة جمهورية خمسة المرجعية باعتبار هي تقريبا غطاء على الكل كل الجهات الموجودة ونائب آخر البلداوي في نفس الاتجاه يتحدث في نفس البرنامج وعبر قناة دجلة الفضائية مرشح يكون مقبولا أولا من أبناء الشعب العراقي ومعات آليات وتوصيفات لذلك الثاني أن يكون مقبولا من المرجعية الثالث أن يكون ومع نائب في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إنه النائب الدوبرداني في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب عبر قناة الرشيد في نفس الاتجاه يتحدث الله أحفظك بشكل مباشر بعضكم مع البناء نحن لا مع البناء ولا إصلاح ها أشي نهاية أنا أتغادر المرنة حزب الديمقراطي الكردستاني أصدقاء مع الجميع ولم يتحالف لا مع البناء ولا مع الإصلاح إلى هذه اللحظة نحن أصدقاء جميع لم نعلن يوم من الأيام ومن تشكيل الحكومة إلى هذه اللحظة والبرلمات بين أن نحن جزء من البناء أو من الإصلاح أصدقاء مع الجميع كتلة حزب الديمقراطي 25 نائب في البرلمان نعم كتلة يعمل لوحدها بالتنسيخ مع كل كتل السياسية وليس لدينا ودليل هذه الصداقة دعمتم عادل عبد المهدي دعمنا الجميع وخذتم استحقاق دعمنا الجميع ومضمنه سيد عادل عبد المهدي كان مرشح للمرجعية المباركة ولي البيت الشيعي حالنا حال الكتل السياسية الأخرى السنية وغيرها دعمنا واحترمنا الرأي البيت الشيعي واتمنه لثيقة للسيد عادل عبد المهدي هل كل هؤلاء يكذبون ماذا تقولون أنتم وعبرا قناة اي ام بي وفي برنامج بكل جرأة مع مهدي جاسب يا جمال الدين يقول من أسقط عبد المهدي المرجعية المرجعية وليس المظاهرات المرجعية هي اللي اختارت عبد المهدي قبل ما تسقطها نعم بالضبط المرجعية جابت عبد المهدي والمرجعية جابت حيدر الأعبادي وجابت نوري وقبل نوري جابت إبراهيم وقبل أياد علاوي أياد علاوي أيضا المرجعية نصبتها والمرجعية عزلتها هذا شيء ثابت هسه يقول لك بعض الأطفال أنه يجيب وثائق ويجيب أدلة هذا شيء متعب لا أحد يستطيع أن ينكر لا أياد علاوي ينكر ولا غيره هذا الأمر ثابت أنه السستاني إلى حق تلبيتو مستحيل يصير رئيس وزراء إذا السستاني يعني ابنه السستاني الله يحبطه ما متكلم الرجال ابن محمد رضا هو لدير العملية السياسية كلها إلى حق تلبيتو هذا يجي هذا ما يجي هذا مناسب هذا مناسب وطبعا محمد رضا الشهادة لله مو الوحدة وإنما زوج أخته قاعد بقوم اسمه سيد جواد الشهرستاني هذاك جواد الشهرستاني رجل إيراني قاعد بقوم وكيل السستاني في قوم ذاك إلى حصة مولانا في كل وزارة في كل حكومة يعني من حكومة أياد علاوي وحكومة إبراهيم الجعفري وحكومة نوري وحكومة العبادي وهذه حكومة عاد العبد بسيد كل الحكومات جواد الشهرستاني إلى حصة إلى وزارات وإلى سفارات هذا طيب هذه ما تنعكس ما تنعكس على يعني المرجعية سمعة المرجعية تأثير المرجعية لأن محسوب على المرجعية أي نعم باسم المرجع هو يأكل ويشرب ويعيش وملياردير من يحاسبه؟ ما حالي يحاسبه ليش؟ ما حالي يحاسبه أم ما يحاسبه؟ من يحاسبه؟ حكومة متحاسبة الشيعة يبيلك تطاول على المرجعية يسكت ما لك حق ولب قصور بناء وبلندن يخوت في دبي واقفة يأخذ واقف حملاق مال فلان ابن فلان أو كل شغلة صهر مرجع يعني متزوج بت المرجع طيب هذا لأنه متزوج بت المرجع عنده يأخذ 100 من فلوس وخمس من يحاسبه؟ ما حالي يحاسبه هو شيح عيطه ما حدهم جابروا شيعة ما حداكم بالعصر ما حداهم هم الوحاكم ما شا سوي لهم حسب القاعدة يعرفها سيد آيات جمال الدين هذه قاعدة نجفية معروفة اللي يزوج بت المرجع يصير هو المرجع هذا هو الواقع العملي رجاء أعيد بث الفيديو من أسقط عبد المهدي المرجعية وليس المظاهرات المرجعية هي اللي اختارت عبد المهدي قبل ما تسقط نعم بالضبط المرجعية جابت عبد المهدي والمرجعية جابت حيدر العبادي وجابت نوري وقبل نوري جابت إبراهيم اللي شيقير وقبل آيات علاوي آيات علاوي أيضا المرجعية نصبته والمرجعية عزلته هذا شيء ثابت هسه يقول لك بعض الأطفال أنه يجيب وثائق ويجيب أدلة هذا شيء متعب لا أحد يستطيع أن ينكر لا آيات علاوي ينكر ولا غيره هذا أمر ثابت أنه السستاني إلى حق تلبيتو مستحيل يصير رئيس وزراء إذا السستاني يعني إنه هو السستاني إن الله يحفظه ما متكلم الرجاء ابن محمد رضا هو لدير العملية السياسية كلها إلى حق تلبيتو هذا يجي هذا ما يجي هذا مناسب هذا مناسب وطبعا محمد رضا الشهادة لله مو الوحدة وإنما زوج أخته قاعد بقوم اسمه سيد جواد الشهرستاني هذاك جواد الشهرستاني رجل إيراني قاعد بقوم وكيل السستاني في قوم ذاك إلى حصة مولانا في كل وزارة في كل حكومة يعني من حكومة عياد علاوي وحكومة إبراهيم الجعفري وحكومة نوري وحكومة العبادي وهذه حكومة عاد العبد بسيد كل الحكومات جواد الشهرستاني إلى حصة إلى وزارات وإلى سفارات هذا طيب هذه ما تنعكس ما تنعكس على يعني المرجعية سمعة المرجعية تأثير المرجعية لأن محسوب على المرجعية أي نعم باسم المرجع هو يأكل ويشرب ويعيش وملياردير من يحاسبه؟ ما حالي حاسبه ليش؟ ما حالي حاسبه أم ما يحاسبه من يحاسبه؟ حكومة ما تحاسبه الشيعة يبي لك تطاول على المرجعية يسكت ما لك حق ولك قصور بناء وبلندن يخوت في دبي واقفة ياخد واقف حملاق مال فلان ابن فلان أو كل شغلة صهر مرجع يعني متزوج بت المرجع طيب هذا لأنه متزوج بت المرجع عنده ياخد 100 من فلوس الخمس من يحاسبه؟ ما حالي حاسبه هو شيح عيطه ما حداهم جابروا شيعة ما حداكم بالعصة ما حداكم هم الوحاكم ما شا سوي لهم يا سيدة يا حبيب يا سيدة هي هذه شوية متزوج بت المرجع حاذبها شغول وتعاب على أي حال أيضا أيات جمال الدين كما يقال في اللهجة العراقية وليس إياد أيات جمال الدين أيضا في حلقة أخرى من نفس البرنامج بكل جرأة مع مهدي جاسم عبر قناة A.M.B أعرضوا لنا الفيديو رجاء لكن سيدة المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت أعطت وقت أعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات هذا اللي تقدر عليه من الجنات اللي باسم المرجعية صهر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري باكستاني صهر رجل إيراني سيدة سستاني إيراني وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن يقول أنا أمي أبو مغتي يرتب الراء يقدر يطير الحكومة بكلمتين ولكن صدق كذب أنت أمش نتجاسوس تكتب تقارير للأمين من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام الآن تفرعن تفرعن يقول إحنا نسقط الحكومة العراقية وإحنا عمي أبو مغتي يسقط الحكومة بكلمتين صدق كذب ولكن أنت تركض شرطي مالأمن حتى يجدد لك يسام يا طرطور طيب الآن تفرعن تفرعن المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذولة زبالة طيب سيد الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة بعمامة المرجعية كلهم رافعين شعار التشيع أنا طلعت مشيعي أنا طلعت بحثي أنا طلعت من أيتام صدام أنا طلعت ويا السعودية أنا طلعت ناصبي مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية أنا ما أدري ليش سير عصبي سيد آيات جمال الدين ما هو كلام مرتضى الكشميري صحيح أبو مغت يقدر يطيح الحكومة بكل امتين انت ليش زعلان ما هو هذا الواقع الموجود وهذا هو الذي تريده الشيعة ليش انت زعلان فأبو مغت هو يقدر يطيح الحكومة بكل امتين هذه حقيقة يعني مرتضى الكشميري صادق في هذه الكلمة أنا لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك لكن في الفيديو الأول سيد إياد جمال الدين أشار إلى أن الذي أسقط عاد العبد المهدي المرجعية وهذا واضح إذا أردنا أن نتابع موضوع استقالة عادل عبد المهدي فهذا شيء واضح صريح عادل عبد المهدي أصدر هذا البيان قبل أن يرسل استقالته إلى البرلمان هذا البيان بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم يا أبتي افعل ما تؤمر يا أبتي افعل ما تؤمر إن هذا الخطاب يوجهه لمن هذا الخطاب موجه إلى السيستاني لأنه استمع إلى خطبة الجمعة وكان فيها شيء من التهديد بسم الله الرحمن الرحيم يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابري أساسا حين قدم استقالته قدمها إلى المرجعية أولا قبل أن يقدمها إلى البرلمان فقد أصدر عادل عبد المهدي هذا البيان قبل أن يرسل استقالته إلى البرلمان بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلي العظيم استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم تسعة وعشرين اهدعش الفين وتسعة عشر وذكرها يعني استمع بحرص كبير إلى خطبة المرجعية وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد أنا لا أريد أن أقرأ البيان بكله إلى أن يقول واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته إلى أن يقول حفظ الله العراق وأهله وحفظ المرجعية الدينية العليا نبراسا ومظلة لنا جميعا والله المسدد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء 29 وعشرين 11 2019 في نفس اليوم الذي استمع فيه إلى خطبة المرجعية والتي فهم منها أن المرجعية تريد منها أن يستخيل لذلك قدم خطاب الاستقالة أولا إلى المرجعية بعد ذلك أرسل رسالة إلى البرلمان في نفس التأريخ في نفس اليوم رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عادل عبد المهدي عن استقالته التي سيبعث بها إلى البرلمان والذي بث عبر قناة العراقية رسالة الاستقالة ستكون بالصيقة التالية بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس مجلس النواب الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالة من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة التصريف أمور يومية لذلك أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منحة ثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلم المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها وفقكم الله ورعاكم ومن على شعبنا بالأمن والسلام والهدوء والرقي والتقدم إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجاء اعرضوا لنا صورة رسالة الاستقالة التي بعث بها عادل عبد المهدي إلى البرلمان العراقي هذه صورة الرسالة الرسمية إنها رسالة الاستقالة التي بعث بها رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى البرلمان العراقي هو قد قرأها قبل قليل لكن ماذا جاء في مقدمة هذه الرسالة استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا إلى بقية كلامه من أنه يقدم استقالته فهو قد قدم الاستقالة فعلا إلى أسيستاني إلى محمد رضا أسيستاني وليس إلى البرلمان الخطاب الأول هو هذا الذي قرأته عليكم قبل قليل يا أبا تفعل ما تؤمر والرسالة الموجهة إلى البرلمان استجابة هذه هي الجملة الأولى السيد رئيس مجلس النواب الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا إلى آخره إلى آخر ما جاء في رسالته وهو يقدم استقالته فالأساس في تقديم استقالته هو للمرجعية لأنها هي التي جاءت به أنا لا أدري العراقيون أتحدث عن الشيعة يسمعون يقرؤون يفكرون يعتبرون ماذا يفعلون ما هذه الحقائق واضحة ومع ذلك قبلت استقالته ولا يحق له أن يعين رئيسا للوقف الشيعي بالوكالة ومع ذلك عين على الموسوي الهندي رئيسا لديوان الوقف الشيعي وهو مستقيل وفي فترة حكومة تسيير أعمال خلافا لكل القواني لماذا؟ لأن المرجعية تريد ذلك فديوان الوقف الشيعي مؤسسة من مؤسسات المرجعية السيستانية الفاسدة أين هي القوانين؟ أين هو الدستور؟ أين هو النظام؟ أين هو المنطق السليم؟ ما أنتم تلاحظون هذه الحقائق وبعد ذلك يخرج عليكم معمم أثوى الكذاب ما عند ذرة من الدين ويقول لكم المرجعية على مسافة واحدة من الجميع وهي أرفع من أن تتدخل في مثل هذه الشؤون السياسية التي هي من اختصاصات السياسيين والأحزاب مرجعية كذاب وكلاء كذابون متحدثون كذابون كل هذه الحقائق على أي شيء تدل على أننا مضحك نذهب إلى فاصل